السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 7 من الفصل الخامس مواصل لنا حديث معكم عن طرق تصنيع المواد السراميكية كنا قد صلافنا ذكر عن السليب كاستنج الآن سنتحدث عن التيب كاستنج تيب كاستنج تعرفها؟ في منطقة البساطة طريقة تيب كاستنج هي طريقة تستخدم لتصنيع مسطحات رقيقة من المواد السراميكي عن طريق استخدام السلاري مكونا معه أو مركبا معه البايندر أو المواد الرابطة والبلستيزير هذا السلاري يصب عن طريق بليت فوق سطح من المادة البلاستيكية تعالوا نشرح الطريقة حسب الرسمة الموضحة أمامنا أول شيء عندي سراميك باودر معه سولفنت مادة مزيبة ثم يخلط داخل عملية أو داخل هذا الخلاط كاللي هي مسمى عملية الميكسينج عملية الخلط ثم بعد ذلك إضافه لها البايندر وبعضا من الأديديديفز لكي يعطي سلاري بعد ذلك هذا السلاري يدخل داخل هومجانايزينج عشان يحصل له عملية هومجانايزيش أو عملية تجامس بعد ذلك عن طريق البام يدخل داخل السلاري كونتينر تمام طيب بعد أن يدخل داخل السلاري كونتينر فإن الدكتور بلايد يتحكم في صمك المادة النتيجة اللي هو السكنيس بتاع الشيت اللي احنا عاوزين يمر السلاري على هذا البلاستيك سبستيريت تمام ويمر عبر دراينج وإثناء عملية الدراينج يتم أيضا عملية افابورايزيشن لي أو افابوريتد سولفنت لكي يتبخر المادة الرابطة للمادة السيراميكي ويعطينا دراي تاب هذا الدراي تاب يلف على هذه البكرة ومنه إلى أي نوع من عملات يمكن أن تتم فيما بعد طبعا نرى هناك سابورت التابل اللي هي موضوعا عليها الجهاز كما نرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر